اشتركوا في القناة اللهم صل على محمد وآل محمد قال الله تعالى في محكم كتابه إنما المؤمنون أخوة من الأحداث التاريخية التي وقعت في شهر رمضان المبارك سنة الأولى للهجرة هي المؤاخات بعدما تعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه للأذى الشديد من قبل مشركي مكة ولمدة ثلاثة عشر عام أدى ذلك إلى دفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أن يتخذوا قرارا يهاجروا من مكة إلى يثرب المدينة المنورة الآن وبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتنفيذ هذا القرار وقرر أن يخرج من مكة وعندما أراد أن يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاولت قريش أن تقضي على النبي قبل أن يهاجر فخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب في بيته ونام في فراشه فاديا بنفسه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم نجى النبي صلى الله عليه وآله وأنجاه الله من كيد قريش إلى أن وصل إلى المدينة المنورة وكذلك تبعه من تعرض إلى التعذيب من قبل المشركين وكان لهذا الحدث أثره على نفوس المسلمين وذلك من خلال أدة مشاكل واجهة المسلمين آنذاك ألا ومن بين تلك المشاكل الغربة ومفارقة الأهل والمنازل وتركهم معظم الأموال مما أثر عليهم اقتصاديا فأوقع المسلمون في شدة مما دفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفكر في طريقة لدفع هذه المشكلة والقضاء عليها ولذلك قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمؤاخات ما بين المهاجرين والأنصار فقال الله تعالى إشارة إلى ذلك قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون أخوة وهنا لا بد من التفاته وهي وجود فرق ما بين كلمة أخوة وما بين كلمة أخوان في اللغة العربية فالأخوة تعني جمع أخوة من النسب فعندما نقول هؤلاء أخوة يعني منحدرين من أب واحد أو من أم واحدة أو منهما وعندما نقول أخوان فهي جمع الأخ من الصداقة فالقرآن عندما يقول إنما المؤمنون أخوة كأنه يريد أن يقول أن المسلم للمسلم بمثابة الأخ النسبي فكما أن الأخ النسبي يتعاطف مع أخيه كذلك لا بد أن يكون المسلم يتعاطف مع أخيه المسلم هذا من جهة ومن جهة ثانية أن الآية الكريمة ابتدأت بإنما قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فإنما هي أداة تفيد الحصر أي أن القرآن يريد أن يقول أن الأخوة الحقيقية هي بين المؤمن وأخيه المؤمن وبين المسلم وأخيه المسلم وما عداهما لا توجد أخوة حقيقية فالآية القرآنية تشير إلى هذا الأمر من خلال الحصر وأداة الحصر الذي ورد في قوله تعالى وهنا لا بد من مراجعة النفس هل أن الإنسان المؤمن والمسلم يتعامل مع أخيه المؤمن والمسلم كما يأمره الله سبحانه وتعالى ويعتبره أخ له أم أن هناك اختلافات وأحقاد ما بين المسلم وأخيه المسلم فعلينا مراجعة النفس ولرفع الشحناء من النفوس والتناحر بين المسلمين والتعاون فيما بينهم آخر النبي صلى الله عليه وآله كغرض ثاني الذي دفع النبي إلى المؤاخات هو الغرض الأول الذي ذكره من خلال الحديث السابق ولذا روى البلاذري عن ابن عباس وغيره لما نزل قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة آخر رسول صلى الله عليه وآله وسلم بين الأشكال والأمثال الرواية تقول بين الأشكال والأمثال فآخر بين أبي بكر وعمر وبين عثمان وعبد الرحمن وبين سعد ابن أبي وقاص وسعيد ابن زيد وبين طلحة والزبير وبين المقداد وعمار وبين أبي ذر وابن مسعود وهكذا أخذ النبي بالمؤاخات بين المهاجرين والأنصار فلم يبقى أحد إلا وجعل له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخ إلا علي بن أبي طالب بقى ولم يجعل له النبي أخ فقال علي عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله آخيت بين أصحابك وتركتني الإمام عليه عليه السلام يسأل النبي يشتفهم من النبي يقول له يا رسول الله أنا أراك أنه آخيت بين المهاجرين والأنصار أما أنا بقيت ما كفت واحد قبالي يا رسول الله آخيت بين أصحابك وتركتني فقال صلى الله عليه وآله وسلم أنت أخي النبي صلى الله عليه وآله جعل الإمام علي بن أبي طالب أخ إليه فقال صلى الله عليه وآله وسلم أنت أخي أما ترضى أن تدعى إذا دعيت وتكسى إذا كسيت وتدخل الجنة إذا دخلت يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد من خلال المؤاخات بينه وبين علي بن أبي طالب أن يبين مكانة ومرتبة ومنزلة الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه ولذلك لم يكتنب بقوله أنت أخي فحسب وإنما قال للإمام علي بن أبي طالب فإن لك في هذه المؤاخات منازل ستحصل عليها يا علي كما حصلت أنا عليها أنك تدعى إذا دعيت وتكسى إذا كسيت وتدخل الجنة إذا دخلت الجنة وهنا إشارة كما قلنا كما في رواية مناقب آل أبي طالب فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أخرتك لنفسي أنت أخي أنت أخي وأنا أخوك في الدنيا والآخرة وهذه أيضا إشارة ثانية من النبي صلى الله عليه وآله لمنزلة ومكانة الإمام علي بن أبي طالب فأنت يا علي لم تكن أخ لي في الدنيا فأنت أخي في الدنيا وأخي في الآخرة أي بعبارة أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد من هذه المؤاخات المؤاخات النسبية فحسب وإنما أراد فيها إبانة لمنزلة وفضل الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام على سائر المؤمنين والمسلمين الأوائل حتى لا يتقدمه أحدا منهم ولا يتآمر عليه ولهذا كان علي بن أبي طالب يفتخر بهذه المنقبة وهذه الفضيلة وكان يقول أنا عبد الله وأخ رسول الله وأنا الصديق الأكبر التفت إلى هذه الرواية الإمام يقول وأنا الصديق الأكبر والفاروق الأعظم بعد لا يقوله غيري إلا كذب أو إلا كذاب تفت إلى الرواية قال عليه السلام أنا عبد الله وأخ رسول الله وأنا الصديق الأكبر والفاروق الأعظم لا يقوله غيري إلا كذاب نسأل الله تعالى أن يجعل أخوة المسلمين أخوة حقيقية كما أمر الله سبحانه وتعالى ويتعاضدون ويتعاونون فيما بينهم ويتركون التفرق والنفاق وأن يجعلنا الله تحت لواء نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب ببركة الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة